عندما تعود عجلة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى الدوران اعتباراً من الأربعاء، ستكون شركة صغيرة في هونغ كونغ أحد الأطراف المجهولين في هذا المصار. تؤدي برينتكس سيركل دي ني دوراً محورياً في عودة البريمير ليج بعد توقفه منذ أذار مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد توقيعها عقداً مع رابطة الدوري بقيمة 5 ملايين دولار، توفر بموجبه خدمات إجراء فحوص كوفيد-19 للاعبين وأفراد الأندية. بالنسبة إلينا، نحن نواجه كورونا المستجد ليس من مقاربة الربح المادي، بل لأن علينا مسؤولية القيام بأمر ما في مواجهة الوباء. بالتأكيد، في حال استعاد مجتمعنا وضعه الطبيعي بعض الشيء، هذا أفضل لجميع المعنيين من المجتمع والموظفين في الشركة وشركائنا التجاريين المستقبليين. وكانت هذه الاختبارات الدورية من نقاط النقاش الأساسية التي رفقت مصار البحث عن استكمال الموسم في الفترة الماضية، لسيما في ظل خشية العديد من اللاعبين من التقاط العدوى ونقلها بالتالي إلى عائلتهم. وأقامت الشركة مركزاً في مقر كل من الأندية العشرين المشاركة في الدور الممتاز لإجراء فحوص مرتين أسبوعياً بالتعاون مع مختبرات شريكة في المملكة المتحدة. وأجريت حتى الآن ثماني جولات من الفحوص شملت أكثر من ثمانية ألاف وخمسمائة شخص، وتم تسجيل ست عشرة حالة إصابة في صفوف الأندية بعضها للاعبين.